الزمن بتاعه النهاردة في اول يوم كان فيه فطار الصبح الساعة 11 بعد كده اتحركوا لملعب التدريب ملعب الارسال كان التدريب حوالي الساعة 2 ونصف زي ما شايفين طبعا على الشاشة دي لقطات خاصة من نزول فريق النادي الاهلي في الملاعب الفرعية المخصصة لفرق الموندياليتو فرق اللي بتشارك فيه بطولة كأس انتر كونتيننتل بالنهاردة كان تدريب النادي الاهلي حوالي الساعة 3 عصرا بتوقيت قطر اتنين الظهر بتوقيت القاهرة عشان اول تدريب لفريق النادي الاهلي في ملعب الارسال ملعب تدريب على اعلى مستوى حتى الحفلة اللي احنا شايفينها ايه الجمال ده واشياكة دي اللون الاحمر اسم النادي الاهلي شعار النادي الاهلي نادي القرن في افريقيا نصر الاهلي بيغرد منفردا كملك متوج على عرش القرى الافريقية في جنبات بالتأكيد ملاعب التدريب وفي استاد تسعة ساعة وعربعة وبإذن الله كمان في استاد لوسيل زي ما انتوا شايفين طبعا كمان ده ملعب التدريب حاجة يعني بروفشنال ويعني ملعب على اعلى مستوى بوساط اخضر مستوي بنشوف بقى يعني الامكانيات الفنية لكل العيب بيقدر يظهر بيها من خلال هذه التدريبات اللي بنشوفها ان شاء الله ابتداء من اليوم وحتى موعد المباراة بإذن الله يوم السبت اللي جاي طبعا النهاردة الفريق مسافر بـ 28 لعب في 26 لعب خلاص تسجله رسمي على السيستم بتاع الفيفا والنهاردة الاتحاد الدولي زي ما احنا شايفين طبعا بالتأكيد خلاص اعلم قيمة الاهل المسجلة 26 لعب ولكن في نفس الوقت عندك اتنين لعيبة زيادة عشان لقدر الله لو في اي اصابة لقدر الله يعني قبل موعد المباراة بـ 24 ساعة تقدر تعمل استبدال بالنسبة للفريق طبعا النهاردة التدريب الحمد لله مر بسلام بنطمنكم على كل عناصر الفريق الحمد لله الامور كلها ماشى بشكل كويس جدا الجهاز الفني بعد ما انتهى من التدريب وعاقب الوصول لفندق الاقامة يعني في دقايق قليلة جدا هيبدأوا يتحركوا على ملعب 9-7-4 عشان يحضروا من داخل الاستاد ومن ملعب المباراة يشوفوا مباراة بتفوجوا البرازيلي بتفوجوا البرازيلي مع بتشوكا المكسيكي المباراة اللي ننتظر فيها الفائز عشان يواجه الاهلي باذن الله يوم السبت اللي جاي في مباراة على كأس التحدي الفائز من درب الامريكتين هيكون جاهز لمواجهة الاهلي على مباراة كأس التحدي والفائز باذن الله هيواجه ريال مدريد على كأس فيفا انتر كونتينيلتر وشفنا من برح الفيفا أعلم عن كأس البطولة سواء لكأس التحدي أو درب الأمريكتين وهي القصة كلها بتتلخص في الكورة اللي فوق الكأس تقدر تستلم إمتى دي لما تكون بطل كأس القرارات الثلاث تلعب على درب الأمريكتين بيبقى شعار أمريكا الشمالية والجنوبية تلعب كأس التحدي بيجمع كل القرارات دي مع هذا القرارات أوروبا على كأس هذه البطولة ثم بعد ذلك المباراة الأخيرة والختمية على كأس انتر كونتر كأس الفيفا المجمع لكل هذه المباراة وهذه البطولات اللي هتقام بشكل سنوي شايفين بقى أفشا دي الكورة الجديدة يا جماعة زمان شايفين دي الكورة اللي الأهل والفرقة كلها تستخدمها في البطولة ويمكن تم استلام حوالي أكتر من 30 كورة لكل أفراد الجهاز الفني واللاعبين عشان يكونوا معاهم هذه الكورات من أول يوم من دي وان من النهاردة لغاية اليوم الختامي كورة عليها بقى شعار الفيفا انتر كونتر شايفين أفشا بقى والتحرقات واللمسات وبيعين الكورة هو كابتن سامي قمصان بقوله بقى لما جا سدد أسدد من هنا ولا شوط من هنا طب لما هتسمع في الجون هدي جي منين كابتن سامي بقى بيشوف الكورة فيها هوا شوية ولا الكورة مظبوطة أكيد طبعا 100% مظبوطة يا كابتن سامي لكن طبعا الحاجات اللي زي دي مهمة جدا لعيبة الأدوات دي مهمة جدا لأي واحد في الجهاز الفني أو اللاعبين كمان من اللي أعططي الطريفة الجميلة اللي احنا بنشوفها دايما اللاعبة بعد ما بتخرج من ملعب التدريب في جالية مصرية وفي جماهير أهلوية ببحرسين يلتقط صور تسكرية يسلموا على اللاعبة لكن طبعا فيه سياج الفيفا محدده عشان ما بيقاش فيه اختلاط ما بين الجماهير مع الأجهزة الفنية واللعبة ولكن قدر الإمكان بتحاول اللاعبة والجهاز الفني من بعيد كده تقرّف شوية من الجماهير وتسلم على جماهيرها وتسلم على الأطفال والأسر اللي بتبقى بالنسبة لهم فرحة وعيد لما الأهل بيسافر أنا شفت ده في قطر وشفت في السعودية وشفت في الإمارات حاجة بتبقى ممتعة وبتدي دفء كده ومشاعر دفء عند اللاعبة والجهاز الفني وهم داخلين على بطولة خاصة لما بيكونوا بيلعبوها خارج مصر والممتع لما بتلعب في دول الخارج العربي بطريد وطني لكل الجماهير المصرية اللي موجودة هناك بمختلف انتماءاتها أو تحديدا جماهير النادي الأهل طبعا زي ما شايفين دي كواليس التدريب النهاردة يمكن بعد التدريب مباشرة الفريق حرك من فنده الإقامة أو من سوري من ملعب التدريب عشان يرجع على فنده الإقامة النهاردة في محاضرة وفي كذا حاجة الجهاز الفني محضرة ولكن الجهاز الفني مجرد ما وصل فنده الإقامة بيحضر نفسه دلوقتي عشان يطلع على الملعب لان بعد أقل من ساعة مباراة بتفوجه البرازيلي مع باتشوكا المكسيكي وزي ما انتم شايفين النهاردة بالتأكيد المسافة قريبة جدا من ملعب التدريب لفنده الإقامة بنتكلم في عشر دقيق ربع ساعة فالأمور الحمد لله ماشى بشكل سلس جدا النهاردة كمان بالمناسبة حمد فتحي كان متواجد النهاردة في فنده الإقامة وكان حريص أنه يعني يحي زميله ويكون موجود مع زميله الحمد فتحي ممكن خرج من النادي الأهلي طبعا لعب في الدور القطري الفترة الأخيرة فوحشته زميله اللعيبة طبعا فيه لعيبة دوليين كانوا معه في المنتخب ولكن فرصة النهاردة الفريق موجود في قطر ففرصة أنه النهاردة كان بيزور الفريق صباحا والتقى بزميله لسه فيه زيارة نواصق طبعا لمحمود حسن تريزيجيه لسه فيه زيارة بالتأكيد لأكتر من لاعب أحمد عبدالقادر كمان متواجد في الدور القطري هو معار حاليا من النادي الأهلي هيكون كمان مع الفريق في الفترة اللي جاية ولكن زي ما قلت لحضراتكم فرصة طيبة جدا أن نجوم النادي الأهلي حمد فتحي ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد عبدالقادر التلاتة يكونوا موجودين مع النادي الأهلي وأكيد بيتمنوا فوز الأهلي وتأهلوا للمباراة الختمية موسيقى